سند شو بتعمل؟ شش تعالي اسمعي فيه أصوات تخوف طالع من بيت الجارة شكلة كتير عم تحضر أفلام أكشن يا سيد سند تعالي اسمعي أنت يا ست سالي شو هذا الصوت؟ آخ شنطة كتير تقيلة شش شش آه حبيبي أنا هلأ دخلت البيت لولاد لأ لسه ما إجو أيهم هلأ دخلوا مرحبا ماما أهلين ماما آش شو كنت تقول؟ آل جارة اللي تحت شو مالها؟ آه أوكي طيب خلص خلص هلأ بنزل وبشوف شو بتحتاج ماشي معي السلامة ماما آه مالها الجارة اللي تحت الصبح طلبتني البابا مساعدة وكان متأخر على الشغل بدها تعبي ورقها فطلب مني أنزل أساعدها ماما؟ أصدك الجارة اللي تحتنا؟ اللي بالزبط بالزبط تحتنا؟ آه الجارة إم خليل إيش إيش في شو مالكم؟ يلا تعالوا معنا يا ماما أهلا وسهلا بجرعني مرحبا إم خليل إن شاء الله ما أزعجناكي جينا حتى نساعدك بتعباية الورقة اللي بتحتاجيها الله يكثر خيرك وتفضلوا يا مامتي ارتاحوا خليني أجيب لكو شوية بسكوت وأشياء زاكية للأولاد الحلوين ما تغلبي حالك إم خليل؟ أنا وسالي وسند جايين عشان نساعدك ما شاء الله عليهم زي أحفادي أنا مش تاقل أحفادي كتير استنوا شوي أجيب البسكوت وأضويلكو الهواية أكيد شوبانين شكرا شكرا ما بدل غلبك هذا الصوت تكن تسمعي يا سيد سند؟ فضلوا يا مامتي أنا متأسفة أزعجتكو بس ما بحب أغلب حدا بس زي ما بتعرفوا أنا ما إلي حدا ابني الوحيد خليل الله يرضى عليه ساكن بر البلد هو وعيلته بس أنت عتواصل معه صح؟ الله يخليل إياه ومرته وولاده بيحكوا معي كل يوم على النت جابولي جهاز خصوصي عشان يظلوا يشوفوني الله يرضى عليهم الله يخليلك إياهم يا إم خليل خليني أعبيلك الورقة أول إشي بدي الإسم وتاريخ الميلاد تاريخ ميلادي سنت الثلجة ألف وتسعمية وعشرين كيف حالكم؟ شو حبيبتي؟ قدرت تساعد أم خليل؟ شو الطلب اللي بدا تعبيه؟ شكلها بدا تسافر عنده منها؟ يا ريت كان طلب التحاق بمقوى عجزة هالمسكينة ما إلها حدا هون معقول؟ بابا إحنا كتير حبناها كتير طلعت لطيفة خليه نعزمها عنا لهلا ما حكى خليل يحايد علي هلا صارت عندهم ليل معقول نسيت إن شاء الله ما صار معهم إشي الله يحميهم كل سنة إنتي سانة سانة حلوة أم خليل سانة حلوة أم خليل سانة حلوة سانة حلوة سانة حلوة أم خليل يا مامتي يا هلا يا هلا يا أهلو بسهلة فيكم تفضلوا تفضلوا بس أنتوا كافي عرفتوا أنه اليوم عيد ميلادي لما الماما كانت بتساعدك تعبي الطلب أنا وسرد لاحظنا تاريخ ميلادك بس أنا لاحظت أول وكمان حكينا للماما والبابا إنه حابين نعملك حفلة وهذا الطلب اللي عبيتي إنسي لنا إيايا أم خليل إحنا كلنا أولادك وقررنا إحنا الجيران إنه كل يوم رح يمر عليك واحد مننا يساعدك ألو ألو يا أمي يا خليل آه يا مامتي لا يا حبيبي مش سامعة التلفون بيرن ولا يهمك يا حبيبي ولا تأخرت ولا إشي هاي أولادي عندي إشي بسيط عملوا عيلة أبو سنة تغير حياتي ولهلا كل الجيران بيزروني وبساعدوني الله يرضى عليهم وإنتوا عيالكم كمان تقدروا تعملوا أشياء بسيطة يكون إلها تأثير إيجابي عن ناس وإحنا حضرنا لكم جدول في أفكار حلوة وبسيطة نفرع فيها الناس اللي حوالينا اكبسوا على هذا اللينك عشان تقدروا تنزلوه وما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب